سؤال ورد يقول هل يجوز الترحم على الترابي؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال ده جاي طليما دي الفيس وغيره قبل ما نعرف انه يجوز ترحم ولا ما ترحم او نتكلم عن الترابي اخواننا هذه المسألة مسألة شرعية لانه الترحم على الميت عبادة من العبادات والاصل في العبادات المنع لا تجوز الا بدليل فالترحم عبادة شرعية فيجوز الترحم على اهل القبلة من المسلمين ممن لم يتلبس بكفر او شرك او ردة ولا يجوز ان يترحم على من وقع في الكفر او الشرك او الردة الادلة على ذلك قول الله عز وجل في صورة التوبة ما كان للنبي ما كان للنبي ما كان لمن اول حاجة للنبي والذين امنوا ان احنا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم سبب نزول هذه الاية ما جاء في البخاري من حديث المسيب ابن حزم ان ابا طالب لما حضرته الوفاء وعنده عبد الله بن ابي امية وابو جهل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال له ابو جهل وعبد الله بن ابي امية ترغب عن ملة عبد المطلب تخلد نبواتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله قل لا اله الا الله قال وهما يقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب اخر حاجة قال هو على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك فنزلت هذه الاية من سورة التوبة ونزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهل الترابي اعز في الاسلام من ابي طالب والله ما قدمه ابو طالب للاسلام ما قدمه ولا نصف عشر عشره الترابي ابو طالب قال والله لن يصلوا اليك بجمعهم بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوسد في التراب دفينا قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دين ما بيطعم في الحج ولا بيطعم في الصلاة ولا بقل ما في عذاب قبر ولا بقل عيسى نازل قال دي محمد اتشاط صح وبعد كافر من دون نازل بتلعب واللجن قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دين فاصدع بامرك ما عليك غضاضة فلقد صدقت وكنت ثم امين فلولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة فابا يقول لا اله الا الله اسمع الترابي بقوشنه بجيب لك كلامه ذاته فالمقطع ذا بتلقاه في النات توفر لكن طلعوا لينا الجماعة بعد ذا قالوا مثل بتسهب تخرج منه مناخد البالي منها الجسد الجسد ده هو ما بيعاقبوا يوم القيام ما بيعاقبوا الجسد اذا نضيت الجلود في النار بيبدل الجلود دي موايا يا اخوان ستين في المياه موايا والباقي تعرف في النصر وعطيبه يا اخوان واخد تاني جوا الغبر قالوا يجعتوا الملايكي قالوا نحنا نمشي كده وتجي الملايكة ضرب وخبض هو الملايكي مع مولوهم يا اخي محكمة كبيرة كده ويجيبه البحكم يعني الحكم الراجل ده يعني يعني الدين عندنا ما اكيده الناس محد دوا وعي اصلا ضلاؤون ضلاء العجيب ده كل لازم يجدد يا اخوان عشان الناس يعرفهم بعدين يا اخوان الشعائر دي الصلاة الصلاة والصوم هاكيد ليكم انا بس على الناس كترين انت بتعمل كده يعني ايه والله ما حاوله قادرنا اعملوا كده كده يعني كده كده التحيات ذي يعني ايه ما عارف الله السلام عليكم مسلم عليكم والله ما عارف ماشي الصفاء المروع الصفاء والمروعة سبع مرات مع محارفين اعرف الصفاء يعني ايه؟ محارف بالله بتشيل ما تعرف الجامرات تضرب دايماً دولد الشيطان وصداعك في مكة هنا بالله ونحن نصلي على الشيطان بالله شو بالله ده بشارطي يا أخواني بعدين شي تاني عيسى منتظرين عيسى لما يجي عيسى مش الأبريكان ديل والأوربيين والروس والكمان والصينين ديل ده حيقتل كل الخنازي ويكسر كله الصلاة ويقلبون لنا كلهم يجون كلهم تحتنا مش كلام واضح؟ هل الحاجات دي كلها سابت يا أخواننا بالأحاديث بس؟ لو افترضنا معاك كلها سابت بالأحاديث بس؟ ها؟ أول حاجة أمسك الدابة ربنا قالوا فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلبهم أن الناس كانوا بآياتنا شنو؟ لا يؤمنون دي الدابة يا جوج ما جوج ربنا قال شنو؟ حتى إذا فتحت يا جوجو وما جوجو وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا الكلام دا من القرآن ما من الأحاديث التراب تمشي منها وين؟ تمشي من الكلام دا وين؟ نزل عيسى عليه السلام نتحدى فوق أي شعبي أي شعبي ولو بيبكى على التراب هسي نتحداك فيها نزل عيسى عليه السلام نتحداك عيسى عليه السلام نازل تقدر تغالد؟ ها؟ تقدر تغالد؟ سبتت بأدلة وحاديث كثيرة جدا الآن الترابي بصلي وما إخاله بصلي جاب الاستغفار من وين؟ بين السجدتين ولا ما قعد يسجد ما يقعد يقود بين سجدتين قاعد يعمل تقبيرة إحرام وين تقبيرة الإحرام في الغران؟ وين أنه لازم الزول يقرأ بالفاتحة في الغران؟ أن دائر دليل؟ دليل من آية من القرآن أنه لازم تقرأ بالفاتحة الليلة لو ما صليت بالفاتحة صلاتك باطلة وأنت قد تركت ركناً فإما أن تاتي بركعة إما أن تاتي بركعة وإما صلاتك دي كلها تعيدة وإذا تركت الفاتحة متعمد هذا كبير من الكبائر وعظيم من العظيم وصلاتك باطلة دائر آية من القرآن إنه بتقول لي الفاتحة ركم من أركان الصلاة دائر آية من القرآن بتقول إنها الركوع نقول فيه سبحان ربي العظيم دائر دائر التشهد دا دائره من القرآن دائر الصلاة الإبراهيمية من القرآن لو pagهنا بمنطقة الترابي ننكر الدين كل كلهم ننكر فده ما بجوز الترحم عليه كلام بأدلة المهدي غيره من الأمور التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام نحن كمسلمين بنوا من بيه عذاب القبر بنوا من بيه في آخر حاجة في رمضان قال افتحوا القبر وستيدون عظاما في رمضان الفادة اتقل ليك في الندوة دي ذاته ندوة جامعة الخرطوم 2006 قال الآن أمريكا يا أخوانا بتحرك والهند بتحرك ما في حزاب غبوري النازل بيحرقوا قال في ناس أكلتهم الحيتان الكلام ده خلاصة وشنه يا أخوانا إنه الله ما بيقدر يجيبهم صح خلاصة وشنه أكلتهم الحيتان معناه شنه معناه الله ما بيقدر يجيب الأكلتهم الحيتان عزبهم ده خلاصة الرد عليه من القرآن آيات كثيرة جدا ربنا قال أوكا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها ربنا قال فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لأن الموضوع في شنه؟ في قدرة الله وفي البخاري من حديثها بهرير جبري روايات كثيرة أن رجلا لم يعمل خيرا قط نبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث قال إذا هو مات فجمع ابنه عند الموت قال إذا أنا مت أحرقوني وانتظر بي يوم فيه كالتاحة شديدة وأجدعوا النص بتاعي شتتوا في البحر ونص في البر قال فوالله لين قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبوا أحدا من العالمين قال فقال له الله كن فكان فقال عبدي ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر له فهمت الله ما بيعجزه مثل أن يعيدك أو غيره القرآن مليء بهذه الأدلة والآيات الكثيرة فما بجوز الترحم على هذا الإنسان لأنه بيدعوا كفرية ودي عبادة ما على كيفك الإنسان ما على كيفه إنه قل لا يا أخوان ما طريقة ونجامل الناس مبجوز المجاملة في الدين ربنا قال لما المنافقين استهزوا والترابب استهزى بالصحابة قال أبو هريرة دزل لفاف ساكد أبو هريرة قال والصحابة شاكلوا مع بعض في السلطة قال كتلوا بعض قال ما كتلوا بعض قال لي جماعتوا كذا زل بيطعم في المؤمنين وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قوما كانوا في غزو التبوك فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون الصحابة أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء فقال له أحد الأنصار إنك منافق ولأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزل الوحي وجد أن الوحي قد سبقه فأنزل الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب نحن كنا قاعدين نقطع الطريق غزو التبوك بعيدة إنما كنا نخوض ونلعب ربنا قال قل أب الله شوف الاستيزاب المؤمنين هو الاستيزاب شنو هو الاستيزاب الله وبآيات الله وبكتاب الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قال وكأني أنظر إليه وهو آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ولا يزيده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم شاكد ربنا سبحانه وتعالى لما المنافقين قالوا كلام قل من كلام الترابي وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزان بما كانوا يكسبون شوفوا ربنا نزل فيهم آيات صواقع ربنا قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ربنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فاتصلي عليه ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون للآيات الشريعة ما فيها لعد زولي استاذ بالدين استاذ بالصحابة يقول أنا أعلم من الرسول كلام ده جابه حتى الأخ المسلم جعفر شيخ دريس رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة سابقا جعفر شيخ دريس زميله في إمتى قال الترابي قال أنا أعلم من الرسول لأن لأن يتكلم الفرنسية والرسول لا يتكلم الفرنسية قل بيقيت جاك شراكي يعني سفيد منك شنو وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم لغة غير لغة القرآن العربية ده من المعجزات والآيات ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لأنهم قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيلة شوالغران دمجيها منجط مربط مع بعض ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لو لا أنزل إليه قرآن من صورة الشعراء قل عربي وعجمي الآيات كويس فربنا سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن بلغة العرب ولغة القرآن حتى يعلم أن هذا الكلام من عند الله النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم غيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الحصة مع الحصة تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع البعير البعير شكله والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع الجزع كان يخطب عليه قال فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر صنع غلام لواحدة من الصحابيات من الأنصار رضي الله عنه مجمعين فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطابة على ذلك الجزع وصار يخطب في منبره قال الصحابة فسمعنا وذي طبعا التراب ما بيوم من بها فسمعنا قال له بكاء كبكاء الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم احتضنه فما زال يسكته حتى سكت رأيك شنوه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ماشي الخلاء فحمل للنبي صلى الله عليه وسلم إداوته من الماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد لأنه شديد الحياة عليه الصلاة والسلام فما وجد شيئا يستتر به قال جابر كنت بعيد ما بشوف لكن بشوف الحاصل قال فدع النبي صلى الله عليه وسلم شجرتين دع شجرتين قال فجاءتا تخطان الأرض ده في صح مسم قال فلما قضى حاجته رجعتا إلى مكانهما رأيك شنو يا الترابي رأيك شنو عشان ما تقعد تلعب ساكت وكان يتكلم فدزول بشكك في عقايد المسلمين وهس بقول لك الأحاديث دي كلها قال ما سابته جيب لينا دليل إنها ما سابته لا سابته يقول لات انت قلت ما سابته انا قلت سابته الفيصل شنو فدزول مضل الحمد لله ربنا ريح منه المسلمين ما بجوز الترحم عليهم وبالناظر في الموضوع ده خلي يجيبونا في غناط حسين خوجة اللي بتاعت سنو يسمهم درمان بنناظره جوه الغنة بنقول كلامنا ده جوه وخلي يجيب لي دليل واحد بس إن شاء الله حديث أحد إنه جوز الترحم عليهم ونحن بنجيب كلامه قاعد في النت الليلة لو خشيت النت بتلقى كلامه دزول مبجوز الترحم عليهم والله أنا تكيفت جدا وسجدت سجود شكر بعد المغرب جاني الخبر طوالي كده جاني الخبر ما شايله النسيم طوالي سجدت سجود شكر شكرا لله سبحانه وتعالى وده ده أبا السلف قال لما سمعوا موت الحجاج الناس سجدوا حسن البصري وغيرهم الإمام أحمد لما سمع موت واحد من أئمة الضلال سجد ده منهج السلف انت بتلعب ولا شنو في إمتى ما بنخلي ويصله وما بنخلي العقايد دي لو مات يقول في الجنة ما بنخلي عقايده وبنكشفه لغاية ما روحنا تمرق برا والأول لغاية ما ناسوا يتوبوا ويرجعوا أوضوه هين جدا تكبرت على الشريعة ما بنخليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي أمر الله ومعلى ذلك